هاي اللي هاي لا هاي لا هاي لا وناقشت قانون 2024 يعني خلاص 23 ننسوها 105 مليار هذيك راحت في كيلزيت ننسوها يا عباد ربي يقولون لكم احضروني اقبل على ميزانية 2023 ميزانية 2023 وين راحت يفتحوني حوار مفتوح نقاش قال ميزانية 2023 هاو نصرفناها 30 مليار وزارة الدفاع وما تناقشونه اوكي ما ابروك عليكم ان نخشوكمش لانه هذه اسرار الدولة شرينة السواريخ شرينة الدبابات شرينة مش عارفنا غواصات شرينة اكذا اوكي ما انا قدوش نعطو اسرار انا للمروك والكيان الصوهون وشرينة اوكي عدنا 30 مليار او 20 مليار دولار للمدينة هالجيش اوكي قال مثلا 30 مليار او 10 ملاير وزارة التربية وشني نقشونه او جدرتوا بها محفاظات التلاميذ مكانش مطاعم جديدة هني وردكم مطعن في الجلفة الناس ميتة بشتر مكلوش بنيتوا مدارس جديدة ما شفناش عطونا ترميم مدارس ممكن استكمال بناء المدارس اللي خلها مبود فريقة ممكن لكن مدارس جديدة ورونه عطونا برقال بنينا والله في هذا العام 2023 هاي المدارس اللي بنيناها عقن معونا قال مثلا ميزانية 7 ملاير في الفلاحة قال والله هرانا استثمرنا استزرعنا اراضي واستثمرنا وهي الفلاحة استثمرنا وراه طماطيج مكانش وراه اللوبيا مكانش وراه الاحداث مكانش والله خصصنا زوج الملاير الديوان الحبوب لوايسي وش داربهم لوايسي أشجاء لربما أغنى أنا لا أغنى أنا لا أريد أغنى أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مليار ومليون وثلاثمئة سائح من بينهم مليون وخمسمئة أجنبي. الحساب في رحمة عفر تحسبه. إذا عطونا دراهم التعميزانية الفين وثلاث وعشرين وين راحت? عطونا ثمانية وتسعين مليار زائد سبعة مليار وين راحت? في المجموع مية وخمسة مليار. مية وخمسة مليار وين راحت? هذا هو مكان. عطوه لنا ولو بالكذب ولو تكذبوا علينا. عطونا برك نقتنعو. هم بعد ناقشوا الفين وعشرين. يا ربي حنا ما كملناش الفين وعشرين. ميزانية الفين وعشرين ميزان ما تحاسبناش عليها. يعني شغراكم تدوا الدين من عند الشعب. حاسبني في الدين القديم بعد كروا حديد دين جديد اسي. ها ميزانية الفين وعشرين راها ميزانية للشعب ياخي. يعني احنا من حقنا كمواطنين نعارفوا ميزانية الدولة وراه يتروح. قدرهم وراهم يروحوا. باش تقول لي لنا ناقش معاك ميزانية ربعة وعشرين. ها ناقش معاك بل ثلاثة وعشرين وراحت. حاسبني ميزانية ثلاثة وعشرين وين راحت وين صرفتوها. برر لي. برر لي المصاريف تا الفين ثلاثة وعشرين. ياسي ايمان بعبدالرحمن وياسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. برروا لنا مصاريف الفين ثلاثة وعشرين. وبعد كانت ناقشوه في الفين وعشرين. من باب الاحترام. لانه باش نحترموكم احترمونا قادرونا. قال ايوه الشعب ها هوين ناقشوكم. لانه السياسة العامة اللي حكومة كناقشوها امام برلمان. انا نواب تناقشت معهم قال لكم الله ما هادرونا وين راحوا درهم. وفي مشاريع في مجال الفلاح هادرونا كذا وفي ايو با هادرتهم. احطيني بالضبط. قال خمستاش مليار خصصناها لاستصلاح الاراضي الفلاحية وكذا وكذا وزرع بساتين الخوخ والتفاح والمقارون زباقيتي وانشأنا فنادق في وزارة السياحة فنادق هاو فندق الهيلتون فندق الصوفيتة اللي يتبعين وزارة السياحة. وزارة السياحة ما يدير والو ما يشتبني. ورا مدرهم يروحوا. وزارة صيد البحري وراه يتروح. وش وراه يتروح. لش هلوتي قايتين جمعت بن جرينا هم يشتدين السردين. قاع هم يشتدين. وراه يروح السردين. وزارة الصيد البحري وراه يتروح. وزارة كل مهني وش كونتو. هعطونا وش كونتو وش صرفتو. وزارة التعليم العالي وين راحة المصاريف. الجامعات هل فيه التحسن الجامعات لانه هذية تعزيادة المنح للطلبة داخلها في ميزانية. في 2024. داخلها من بعد. وزارة وش حال كانوا مش عال في وش حال يخلصوا دولولو يخلصوا الفين دينار وش حال كان يخصو نانسية. شفافة بكرة من الكلين خصوص سبعين الف. في كوناء شعال. يعني كل القطاع قوم القطاع هعطونا. كل القطاع هعطونا. حي صرفنا. حي صرفنا. بايش تكون كاين ثقة ما بين المواطن والحكومة تكون ثقة. قال والله الحكومة شفافة مع الشعب. كان شفافية. قال عوام ميزانية 105 مليار دولار لميزانية 2023. حاول صرفناها. في تشهيط طرق. في إنشاء سدود. في إنشاء طرق السكك الحديدية. في بناء سكنات اجتماعية للشعب. في كذا في كذا في. اعطونا حاجة نشوفها. هم بعد نتناقشون. لكن انكم تفوتون انت عاق ذكاية فوت ما يهمش. كذا وعشرين كم نتايا فوتنا هادرو على الربعة وشرين. استغفال هذا انت على الشعب ما يرش في عيد. ما يرش في عيد. رئيس الجمهورية يوجه الحكومة المضاعفة جهودية الارتياب والخدمات الانترنت من خلال العمل على رمان مصادر تزود الانترنت عبر الاقمص. الاقمص النحية الجزائرية. الله اكبر. يعني نعبر عن شعوري ونتكلم على شوف جمعة النظام يا جمعة السلطة. من مصلحتكم انه يكون واحد ينتقدكم. من مصلحتكم انه يكون واحد يقول لكم غالطين. لانه هذا يا رأي كل الشعب الجزائري. غالبية الشعب الجزائري غير راضي. ما نخدعكم شنايا يا بن زديرة وما تخدعوش نفوسكم. غالبية الشعب الجزائري غير راضي. على الاقل كونه كم يقول لك الناس واضحين وصرحة وبوسطة مع الشعب. قال يهودي غلطنا سمحونا ما ليش. غلطنا. الفين وعشرين. وقفنا الاستيراد. وسكرنا عليكم منافذ الرحمة ربي. سكرنا عليكم رحمة ربي. وعيشناكم في السجن. بعد اربع سنوات فوقنا باللي كنا غالطين. نحتذر منكم. ونعيد فتح الاستيراد. ونعيد تحريك عجلة الاقتصاد الجزائري. الشعب الجزائري شعب بسيط. شعب منوي. شعب ما يحبش واحد عشي هالوي. يحب واحد يكون معاه صادق. يقول له اوكي انا مسامحينك. ونبدأ وصفحة جديدة. بسرح باش انت تغلق الاستيراد وقت لي تحب. وتفتح وقت لي تحب. بدون اي مبرر. بدون اي تفسير. بدون اي شرح. هذه الحمار ما يقبلهاش. لانه ابسط سؤال نسأله. لماذا تم توقيف الاستيراد? قال والله يوقفنا الاستيراد لحماية المنتوج المحلي. وره رب المنتوج المحلي هذا. عطونا قسام المنتوج المحلي. عطونا قسام المنتوج المحلي. لانه اول البند في فتح الاستيراد اللي لحد الان ما زال ما واضحة. حسب متعاملين اختصاديين. لانه وسائل الاعلام اللي تكلمت لانه لحد الان لا يوجد بيان رسمي. لحد الان لا يوجد اي بيان رسمي. لو جاءت الدولة دولة تحترم نفسها. الوزير الاول يفتح تحقيق في هذه الاشاعة اللي انتشرت فتح الاستيراد ومتعامل اختصاديين لفتح الاقتصاد. على اي اساس هاد الكلام اللي يخرج. هل يوجد بيان رسمي من الوزير الاول? هل يوجد بيان رسمي من وزير التجارة? هل يوجد بيان رسمي من وزارة الفلاحة? او وزارة اختصاص الصناعة? لحد الان لا يوجد بيان. انا ما قريتش. قريت فقط في براكة البوتيكان حناشي انه حسب المتعامل اختصاديين. استيراد مفتوح. الموز والاولي المنزلية. المغارف والطباسة والفرشط. وتنقلوا هوا سيلة اعلام الاخرين. حسب اقدر حسب اقدر حسب اقدر حسب اقدر حسب. وبدأوا انه بزوج حويش تافهين. الموز والاولي المدرسي اه او الاولي المنزلية. يعني وكأن الازمة في الجزائر هي ازمة بنان موز. الناس ميتة بالشرب البنان. يعني لو كان داروا مثلا الحبوب والبقول الجافة اوكي. لانه بالفعل الشعب محتاج الحبوب والبقول الجافة مع دخول موسم الشتاء. اللي الناس يستهلكوا الحبوب والبقول الجافة يستهلكوها بشكل واسع. اللوبيا والاعداس والحمص الناس يأكلوها بالزاف. في الشتاء. لو بدون بها اللي هي الاولى. قال يسمحوا باستيراد البقوليات وكذا وكذا. مقبولة. لكن الدليل الاواني المنزلية. يعني ازمة الجزائر هي في الطباسة والفراشط. هذه من ناحية. من ناحية ثانية. هل السوق المحلية لانتاج المحلي مع دنشط طباسة وفراشط? يعني انت وقفت في الفين وعشرين. الفين وعشرين. وقفت استيراد.